اشتركوا في القناة اتقل شيء في الميزان القلق الحسن الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الحديث فيه دليل على فضل حسن القلق وحسن القلق يكون فيما يتعلق بحقوق الله في أدائها على الوجه الحسن بدون تفريق ولا إفراد كما يكون حسن القلق مع الخلق على اختلاف طبقاتهم فحسن الخلق يبدأ من الأسرة بأن يحسن المرء أخلاقه مع أهله من زوجة وابن وبن ونحوهم من الأسرة حتى يكون بين الجميع الوئام والتعاون والشعور الحسن فلا يكون هناك انفصام ولا انفصال بعضهم عن بعض ثم حسن الخلق يكون مع الوالدين في برهما وعدم عقوقهما والرحمة بهما والدعاء لهما والإحسان إليهما في حال الحياة وبعد الممات وذلك بالدعاء والصدقات والذكر الحسن كما يكون حسن الخلق مع الأرحام على اختلاف درجاتهم بحسب القدرة والاستطاعة وهم من يمت الشخص إليهم من جهة الأبوة والأمومة والبدء بالأقرب فالأقرب وهكذا حسن الخلق في الجوار ولو كان الجار كافرا يكون له حق الجوار وأما إذا كان مسلما فله حق الإسلام وحق الجوار وأما إذا كان قريبا فله ثلاثة حقوق حق الإسلام وحق الدوار وحق الغرابة وحق الغرابة وهكذا حسن الخلق مع الأصحاب حسن الحديث والوفاء معهم وهكذا مع أشياخك الذين تطلب عليهم العلم تكون ذا قدق حسن بإحترامهم وحسن معاملتهم والتأدب يتأخذ العلم منهم وتدعو لهم دائما وأبدا لأن المعلم يشدي معروفا عظيما لتلميذه هذا فيما يتعلق بأهل السنة نتحدث عنهم فقط وأما أهل البدع والضلال ولو تتلمذ بعضهم على بعض فلا فائدة من توجيهاتهم وتعليمهم وهكذا أيضا حسن الخلق مع الكلامين سواء في المدارس العامة أو في الجلسات الخاصة أو في الدروس الخاصة في المسجد أو المكان المعد يستعمل الإنسان حسن الأخلاق الذي يتمثل في الكلمة الطيب والفعل الطيب والمعاملة الطيبة والصدق الوعد والمحبة الشرعية في الله ومن أجل الله لذا جاء فضل هذا العمل الجليل الذي هو حسن الخلق كما قال في الحديث اقرأ الحديث أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن أثقل شيء في الميزان أي في ميزان العبد ميزان حسناته حسن الخلق لأنه يبعث على فعل كل فضيلة كما يحارب الرذائل على اختلاف أنواعها والله تبارك وتعالى أعلم وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بكلمات أعش بهن ولا تكثر علي فأنسى قال اجتني بالغضب ثم أعاد عليه فقال اجتني بالغضب وهذا الحديث الجليل من جوامع الكلم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وجوامع الكلم معناه ما طل لفظه وعظم معناه وكثر فسؤال السائل في أول المشروعية السؤال وأنه لا بد منه حتى يخرج الإنسان من ظلمة الجهل إلى نور العلم والإيمان بالسؤال ثانيا قضية الغضب الذي حذر وص به النبي صلى الله وسلم وص بكنابه لأنه يبعث على شرور متعددة يبعث على القتل وعلى الظلم وعلى القطيعة وعلى منكرات كثيرة من الأفعال والأقوال بسبب الغضب لأن العبد إذا غضب استفحل عليه شر الشيطان فأغواه فيضل في طاعة الشيطان وفي معصية الرحمن بسبب بسبب الغضب فهذا هذه وصية قليلة اللفظ واشعة المعنى لكل مكلف لكل مسلم مسلمة أن يتعلم الحلم والشكينة والوقار ويتخلق بخلق الرحمة ويجانب أسباب الغضب قبل الوقوع في الغضب أسباب الغضب التي هي قد تكون الانتصار للذات وقد تكون الحرص على الانتقام من الغير كل ذلك يجب أن يتنب وإذا غضب الإنسان فقد جاء في الآثار الإرشاد إلى معالجة الغضب وهو إن كان قائما فليجلس وإن كان جالسا فليفجع وليتوضأ وضوءه للصلاة فإن هذه الأسباب ينفع الله تبارك وتعالى بها من الاستمرار في الغضب الذي ينتج عنه الشر المستطير والله أعلم بإجراء الربيعة الأسلمي قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني أرضا وأعطى أبا بكر أرضا وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة فقال أبو بكر هي في حد أرضي وقلت أنا هي في حدي وكان بيني وبين أبي بكر كلام فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها وندم فقال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى يكون قصاصا قلت لا أفعل فقال أبو بكر لتقولن أو لاستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما أنا بفاعل قال ورفض الأرض فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت أتلوه فجاء أناس من أسلم فقالوا رحم الله أبا بكر في أي شيء يستعدي عليك رسول الله وهو الذي قال لك ما قال فقلت أتدرون من هذا هذا أبو بكر الصديق وهو ثاني اثنين وهو ذو شيبة المسلمين فإياكم يلتفت فيراكم تنصرون عليه فيغضب فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة قالوا فما تأمرنا قال ارجعوا فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته وحدي وجعلت أتلوه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان فرفع إلي رأسه فقال يا ربيعة ما لك وللصديق قلت يا رسول الله كان كذا وكان كذا فقال لي كلمة كرهتها فقال لي قل كما قلت لك حتى يكون غصاصا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فلا ترد عليه ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر غفر الله لك يا أبا بكر قال فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي هذا الحديث فيه قصة أجيبة تأخذ منها العظة والعبرة أولا صفاء قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض ثانيا في بيان أنهم أهل إنصاف وعدل من أنفسهم وأن الإنسان منهم يخاف من الوقوع في الذنوب والمآث وهو يريد لو كان فيه عقوبة تكون عقوبة دنيوية حتى لا تناله عقوبة في الآخرة وفيه دليل على فضل أبي بكر ومنزلته عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل عند النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وعند الله تبارك وتعالى وفي القصة فضل العفو والصفح عما أساء إليك عند القدرة والمصلحة فإنك لا لا تزداد بالعفو والصفح إلا عزا ورفعة من الله تبارك وتعالى وفي القصة أيضا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا معفومين وقد يقع بينهما الخلاف ولكنهم يخضعون للحق ولا يدفعون الحق بالباطل ولا يسترسلون في الظلم وإنما يشارعون إلى الحل حل الكضايا التي تقع بينهم ويا حلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل يرضى ويسلم وفيه فطل الدعاء للغير لا سيوما أساء إليك ودعوت له بالصلاح والمغفرة فإن معك ملك يقول آمين ولك بمثل ذلك فعلى ذلك فلنحرس هذه مجموعة من الأسئلة يقول السائل قلت لزوجتي والله لا تدخل فلانة بيتي لمصلحة فهل يجوز لي ذلك وهل يجوز لي أن أحنث أولا هو أعلم الرجل هذا هو أعلم بالمصلحة والسبب الذي منع المرأة من دخول بيته إن كان في دخولها ضرر عليه فله الحق في ذلك وإن كان ليس عليه ضرر فالإساءة إلى الناس ومنعهم من دخول البنازل للسلام والزيارة وطلب قضاء الحاجة لا ينبغي للمسلم أن يمنعها من ذلك فهو أعرف إن كان هناك ضرر في دخولها فلا تدخل وإن لم يكن ضرر وقد حلف على عدم دخولها فليكفر عن يمينه وليسمح لزوجته أن تستقبلها ولا حرج عليه ويطعم عشر مساكين من قوة البلد أو الكسوة فإن كان فكيرا صام ثلاثة أيام متوالية أو متفرقة هذا سؤال يقول فيه صاحبه من أساء إلي كثيرا وأنا أعفو عنه دوما وصبرت عليه كثيرا ولكنه دائما يدعي التوبة من الإساءة إليه لكنه يعاملني بيفاء وعناد ما نصيحتكم له ما دمت تستطيع أن تصبر عليه ولا ينالك ضرر في دمك ولا أرضك ولا مالك فاصبر وإن كان ينالك ضرر باعتدائه بالضرب أو انتهاك الأرض أو أخذ المال فلك الحق في مطالبته إلى المحاكم الشرعية أو إلى شيخ الحي العريفة العريفة تطالبه إلى من ينصف منه ولا حرج عليك المطالبة إذا كان هو يحرص على الحاق الضرر بك والأمر الذي يمكن أن تصبر عليه فاصبر والذي لا يمكن فطالب بحبك وأنت في حل ولا حرج عليك لأن الله تبارك وتعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها ثم بيّن الله فضل الأفو فمن أفى وأصلح فأجره على الله فمن الناس من إذا أفوت عنه كف وندب ومن هم من يتهور ويزداد في شره فهذا تقف في وجهه بالحق حتى ينصرف عنك وتقف شره والله أعلم هذا السائل يسأل فيقول ما هو منهج السلف في الدعوة إلى الله منهج السلف في الدعوة إلى الله كمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يدعون الناس أولا بإخلاص بعلم وإخلاص وحكمة دعوية وبنصوص الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لا على منهج الأحزاب متعددة والفرق المعاصرة في هذا الزمن كفرقة الإخوان أو فرقة التبليغ أو جماعة الجهاد أو تكفير والهجرة أو نحو ذلك من الجماعات المتعددة وهي فرق وليست جماعة فلا يجوز الدعوة بأساليبهم وسلوكهم وإنما الدعوة تكون نافئة وناجحة وصاحبها مأجور إذا كانت اتباعا لدعوة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وفلفائه الراشدين والصحابة الكرام والأئمة والأئمة أئمة العلم دعوة بنفوط الكتاب والسنة بفهم السنة في الصالح فهذه هي الدعوة الصحيحة الصريحة وأساسها وركائجها الإخلاص والعلم والحكمة الله على هذا سائل يسأل يقول لما لقب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشيخ الإسلام وبالمجدد لأنها توفرت فيه صفات المجدد من غزارة العلم وحسن الاعتقاد وبدل الجهد في الجهاد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ب استمرار وليس لذلك منتهى حتى توفاب الله لذا لقب كغيره من أئمة العلم كشيخ الإسلام بالتيمية وشيخ الإسلام بنقيم بنقيم الجوزية وغيرهم وغيرهم ممن أطلق عليهم هذا اللقب لأنهم نشروا الإسلام وحرصوا على نشره ودخول الناس فيه على وجه التمام فاستحقوا هذا اللقب من أهل زمانهم لا سيرا من أهل العلم من أهل زمانهم ولم يطلبوهم هذا اللقب لا لقب التجديد ولا لقب مشيخة الإسلام ولكن الناس هم الذين أطلقوا على بريتايمية وعلى الشيخ حمد بن عبد الوهاب أطلقوا عليهما وأمثالهما لقب التجديد ولقب شيخ الإسلام هذا وصلى الله وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر